فرضت ميليشيات الحوث الإنقلابية حصارا على المديريات والقرى الريفية في اليمن لكن الألغام الأرضية التي خانقت بها المدنيين تحولت لمفتاح سحري لشق طرقات الجبلية في بعض المناطق أهالي جبال شرار وعرة في القبيطة أقصى شمال محافظة لحج قدموا تجربة ملهمة في تحويل الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية إلى ديناميت يشق طرقات ويعود عليهم بالتنمية ولا يحمل لهم الموت كما أراد الإرهاب الحوثي وبعد أشهر من العمل الشاق وبواسطة أدوات تقليدية ومخلفات بارود ألغام الحوثية فككت بواسطة خبراء المقاومة والجيش اليمني من المنطقة أجز الأهالي المرحلة الأولى من تشييد الطريق والتي تخترق الجبل الشاهق في منحدر على هاوية سحيقة اشتركوا في القناة